يمكن أن تكون المكملات الغدائية سببا في قتل طائرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة شوف كناري على إتر مواقع لأحد أصدقائي من مربي طيور الكناري ووفاة بعض طيوره جراء تقديم المكملات الغدائية قدمت فيديو سابق فيديو قصير وأريد أن أقدم أكثر في هذا الفيديو نظرا لأهميته أهمية معرفة أن المكملات الغدائية قد تكون سببا في قتل طيوركم لماذا؟ لأن المكملات الغدائية ربما قد تتعرض للغيش للتزوير لتغيير نهاية الصلاحية صلاحية استخدام تلك المكملات فنحن لا نعرف عند اقتناء المكملات الغدائية أن تاريخها هو تاريخ حقيقي ولم يتم تغييره بتاريخ آخر وكذلك هناك بعض الطيور التي لا تستطيع تناول المكملات الغدائية لأن هناك من الطيور من تحتاج لتلك المكملات وهناك من الطيور منهية في غينا عن تقديم تلك المكملات الغدائية لأنها بصحة جيدة وإذا قدمت تلك المكملات الغدائية فستضر بصحتها إذن المشكل في التاريخ والمشكل في الجودة هناك من المكملات الغدائية ما تحتوي على مكونات قد تضر بالطيور إذن لسنا على علم بمكونات المكملات الغدائية المصنعة مبدئيا الطيور كانت تعيش في الطبيعة وتقتات وتأكل من الطبيعة إذن لماذا نقدم المكملات الغدائية مع العلم أن تلك المكملات الغدائية التي تباع عند صاحب الدكان تحتوي على مواد موجودة بالخضروات بالفواكه بالحبوب بالمكسرات فقط ما عليكم أن تقدموا نظاما غدائيا بكل مرحلة وتعتنوا بالطيور من حيث الصحة والنظافة إذن النظافة أولا وتقديم غذاء مناسب لكل مرحلة وأنتم في غنان عن تقديم مكملات غدائية مكوناتها موجودة في الطبيعة لست ضد تقديم المكملات الغدائية للطيور فهي ضرورية لكن المكملات الغدائية الطبيعية ذات زودة عالية ذات زودة طبيعية ومؤكدة لا ضرر منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر